الصحة النيابية اليوم عقدت اجتماعها وعلى شد والعمالها اقتراحين الاول كان نوقش في جلسة سابقة وتم اقراره نهائيا اليوم وهو مرتبط بتعليق استفادة المضمونين من الاشتراك بسندوق الضمان الوطني الاجتماعي هم نحكي بالموضوع الصحي هالصغرة اللي كانت موجودة بالانون السابق واللي صدر سنت بالتعديل اللي اقر بالسنوات الاخيرة بسنة الفان وسبعطعش الفان وسبعطعش تعرفوا كيف فيه انجاز يجب ان يسجل انه ما بعد الاربع وستين استمر الضمان بتغطية كل المضمونين على اقل الضمان الصحي ووضع اشتراك شهري تحددت ايه بتوقتها بثمانمئة الف اذا مش سلطان بالوقت الحاضر وربما هناك بعض المواطنين اللي عندهم امكاني يكون عندهم ضمان رسمي من مؤسسات رسمية اخرى يعني اذا حدا من افراد عقلته عنده حق بتغطي الصندوق رسمي فاستمر هذا الانسان يدفع للضمان ووقت بالوقت اللي فيه مش مش عم يستفيد لذلك بعد النقاش اقرينا اضافة مادة على الانون اللي الزم كل المضمونين يستمروا بتغطية صحية والاشتراك حطينا يعلق خضوع كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على اسمه او على اسم احد افراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لاحد الجهات الضامنة الرسمية الالزامية فاذا هذي معناتها اي مضمون له احد ابنائه او افراد عائلته يتم تغطية هذه العائلة من تعاونية موظفية الدولة الاجهزة الامنية حطى الضمان بذيته عم نحكي صندوق جهة رسمية الزامية مش شرك التأمين او غير تأمين هاي دي حفاظا على المضمون حفاظا على صحته وتحقيقا للعدالة بعدم يعني اشتراك بسنده ودوم الاستفادة منه وهذا صار بالتوافق اكيد مع السندوق الوطني للضمان الاجتماعي على امل ان يتم اقراره بسرعة باللجان التاني المقتصة ونحقق العدالة والمساواة لهؤلاء الناس اللذين يدفعون ولا يستفدون النقطتين الاقتراحتين اللي استمرنا بنقاشه المرتبط بمحاربة الفساد او الارباح الغير مشروعة في القطاع الصحي تعرفوا احنا هاي دي رابع جلسة بناشى هذا الموضوع الهدف من هيدا الاختراح اللي نحنا قدمناه اللقاء الديموقراطي هو حماية المريض المواطن ليس موجه لأي فريق من القطاع الصحي او الطبي بالعكس هو بيحصن ايضا الفرقاء النظام الصحي خاصة من يلتزم بالقوانين لكي لا يكون هناك يعني تعميم للخطأ او الفساد اذا كان اذا كان موجد وبتصور اليوم يعني قدرنا حددنا بداية التعريف لكل ما هو منسميه مهنة ومن هو مشارك وعلقنا او اشجلنا النقاش بموضوع تخصر مادة المنافع لغير المشروع اللي هي اساسية بهذا الانون لكي لا يعني نمارس التضييق على اي مهنة او اي مؤسسة او اي شركة تتعطي المضوع الصحي فقط نريد ان نحمي المواطن اللبناني من اي فساد غير مشروع او منفع غير مشروع يتقضى احد فرقاء النظام الصحي في اي حلقة من حلقاتها الضغطية في اصرار مننا بلجة الصحة النيابية ان نقارب هذا الموضوع بكل مسئولية والهدف كما قلت تخفيف الفاتورة الطبية والاستشفائية والدوائية وبنفس الوقت هي حماية المواطن اللبناني من بعض حلقات الفساد للأسف الموجودة والتي نلمسها كل يوم في اطاعات الافريقاء القطاع الصحي مع المرضى بموضوع الاستفادة الغير مشروعة في ظل بات ايد المواطن ينقى تحت اقتصادي ومعيش كبير ولا يجوز اليوم ان تستمر هالممارسات اذا وجدت كما قلت في بعض المراكز وبعض الاماكن وسنتابع هذا الموضوع في الجلسة اللاحقة على الامل ان ننهي تحديد ما هو المخصود بمنافع الغير مشروعة بالنفس الوقت اكيد وزعنا كل اقتراحات القوانين الموجودة على جد العمال للجلسة الصحة النيابية وسنتابع اقرارها في الجلسة اللاحقة واكيد سنعطي اولوية كما قلنا سابقا لموضوع تغطي الصحية الشام لالالزيمية البطاقة الصحية في الجلسة المقبلة دياتي كلاف